يقوم الغزاة الروس بحملات كبيرة لحظ السكان البحليين في مناطق الدنباس المحتلة مؤقتاً على المشاركة فيما يسمى بالاستفتاء يعدون بحياة أفضل ويقدمون كافة المغريات ويغرقونهم بالمنشورات الدعائية المشاركة في الاستفتاء الوهمي يعني تقديم الطعام والماء ومواد البناء للسكان فضلاً عن الوعود بحياة كريمة من شاشة التلفزيون الذي يواصل غسل دماغ السكان في المدن المحتلة طوال اليوم وهذا نوع من الابتزاز سنساعدك على تلبية احتياجاتك الأولية مقابل المشاركة في الاستفتاء إذا لم يكن الأمر كذلك فمصيرك الموت وسنحصل على نتيجة المبتغات بدونك وفقاً لجهاز أمن الدولة الأوكراني أشركت روسيا أكثر من ألف ناشط في جمهورية دانيسك الموالية لروسيا للتحضير الاستفتاءات زائفة في الأراضي المحتلة مؤقتاً في إقليمي دانيسك ولوهانسك يعقدون اجتماعات يومية مع السكان ويحثونهم على الإطلاء بأصواتهم للانضمام إلى الدولة المعتدية بالإضافة إلى ذلك يخطط الغزاة لنقل أكثر من ألف خبير ومتطوع روسي إلى المنطقة لتقويد الوضع الداخلي لصالحهم ووفقاً لإدارة أمن الدولة يجب عليهم تنظيم اجتماعات جماهرية غير قانونية وبدء حملات لدعم استفتاء زائف وتجهيز لجان الانتخابات وفي المستقبل من المخطط إعداد نداء مزعوم من السكان المحليين إلى قيادة إدارة الاحتلال بشأن ضم إقليم دانيسك إلى الاتحاد الروسي وبحسب المخابرات الأوكرانية تعتزم سلطات الاحتلال إجراء تصويت في سبتمبر فيما يقول نشطاء حقوق الإنسان أن 495 مركز اقتراعاً ستفتتح في إقليم لوهانسك وقرابة 300 في دانيسك لهذا الغرض هم الآن لا يهتمون بالأمور الشكلية الشيء الرئيسي بنسبة لهم هو إعلان أن هذه هي أراضيهم الآن لذلك لا يعتقد أنهم سيجهدون أنفسهم في إثبات أن الاستفتاء الزائف يحدث بالفعل في هذه المناطق تتم مناقشة خيارات التصويت في المنزل للجميع ليس فقط لأولئك الذين يجدون صعوبة في التنقل وأيضاً هناك حديث عن التصويت عبر الإنترنت في الأراضي المحتلة يقول نشطاء حقوق الإنسان أن المستوى الحقيقي لدعم الاستفتاء بين السكان منخفض للغاية لكن وفقاً لراديو لبيريتي نقلاً على الاستخبارات الأوكرانية فإنه بغض النظر عن النتيجة فإن سلطات الاحتلال ستعلن تصويت 70% من السكان لصالح الانضمام إلى روسيا مثل ما حدث قبل ثماني سنوات فموسكو مهتمة بإظهاره وكأنه استفتاء شرعي وهي ترغب بإنجازه في أسرع وقت ممكن وهناك أسباب لذلك كما يقول الخبراء يريد الروس أن يعلن من خلال هذه الاستفتاءات أن هذه أراضيهم وأنه من المستحيل تحرير هذه الأراضي دون خلق تهديدات للدولة الروسية نفسها استناداً إلى هذا الاستفتاء الزائف إذن بالطبع سيحاول الروس إنشاء نوع من المسار الجديد للابتزاز النووي بالقول إن هذه لم تعد مجرد حرب على أراضي أوكرانيا وهي حرب على أراضي روسيا وهم يسعون إلى إضعاف دور الشركاء الغربيين من خلال هذا الخطاب لن يكون لمثل هذه الاستفتاءات الزائفة أي نتائج قانونية حيث ينص الدستور الأوكراني على أن المسائل المتعلقة بتغيير حدود أراضي الدولة يتم حلها حصراً من خلال استفتاء عموم أوكرانيا كما أنها تتعارض مع قواعد القانون الدولي وغير معترف بنتائجها دولياً في حين حذر رئيس زيلنسكي من أن الاستفتاءات الزائفة ستغلق أمام روسيا أي إمكانية لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر